أن محبته صلى الله عليه وآله وسلم دين وبغضه كفر وشرك بالله تبارك وتعالى محبته صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي أن تكون مقدمة على محبة النفس ومقدمة على محبة الوالدين وقد كانت ألسن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم تكسر من قول بأبي أنت وأمي يا رسول الله ومن محبته صلى الله عليه وآله وسلم غرس محبته في قلوب الصغار والحديث عن حياته وسيرته وسنته ونسبه الشريف وأبنائه وبناته وأزواجه غرس كل ذلك في قلوب الصغار وتنشئتهم على حبه عليه الصلاة والسلام ومن محبته صلى الله عليه وآله وسلم كذلك اتباعه ظاهرا وباطلا هكذا قال أهل العلم أن من محبته صلى الله عليه وآله وسلم متابعته في الظاهر والباطل فأما متابعته في الظاهر والتأسي به وجعله الأسوة بحيث لا يكون للإنسان أسوة ولا قدوة غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما كل قسوات وقدوات الخير منبثقة من مشكات محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن محبته صلى الله عليه وآله وسلم متابعته في الباطل وذلك بتطهير القلوب من أدرانها وغسلها من غياساتها وجناباتها ومعالجة أمراضها من الغل والحسد والكبر والعجب والرياء وتحليتها بصفات الكمال وبالنواء الحسنة وبالإخلاص لله تبارك وتعالى وذكرة العطرة لا بد أن تكون قائمة في نفس المسلم في كل يوم وليلة ولكن هناك مناسبات مرت على الأمة اليوم الأمة تريد ريح تلك المناسبات فقط كم من الغزوات التي رفع رؤوس المسلمين كم من الغزوات التي كسرت فيها شوكة الباطل ونكست فيها رؤوس الطغاه والجبابرة والظلمة هذه المناسبات ذاق حلاوتها المسلمون في الصدر الأول نحن الآن نريد ريحاتها فقط نريد رائحتها فقط فمن ذا الذي يقول بأن نتذكر هذه المناسبات بدعة أو لا يجوز هذا بحاجة إلى أن يراجع نفسه نعم إن كان يصحب هذه الذكرى ضرب الطبول والدفوف وتوزيع الأطعمة ولبس ملابس خاصة كأنها الأعياد وفعل ما لا ينبغي من ما شابه من هذه الأمور هذا نعم هذا لا بد أن يتركه من يفعله لا بد أن يتركه لأن المقصد أو المقصود والمراد من إحياء هذه الذكرى هي إحياء سيرته صلى الله عليه وآله وسلم وهذه المناسبات كانت لها أزمن وأوقات لا نريد من الأمة أن تنساها فلأجل أن لا تنساها نذكر بها بكلمات بسيطة ليس إلا بكلمات بسيطة ليس إلا وهذا لا يخالف دين الله سبحانه وتعالى في شيء ولا يصادم كتاب الله تبارك وتعالى بإذن الله وكذلك مما ينبغي على المسلم إزاء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أو تجاه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذه الذكرى العطرة وغيرها كذلك نشر رسالته ودينه وأخلاقه بالصورة الحسنة التي تنزل على قلب كل إنسان أيًا كان دينه تنزل بلسما وشفاء وسلما وسلاما حتى تكون محبته صلى الله عليه وآله وسلم مقدمة لاتباعه بعد ذلك في منهجه وفي دينه وفي سنته وكم من الناس لما قرأوا عنه صلى الله عليه وآله وسلم ورأوا من كمالاته ما لا يحتمله بشر وقعت محبته عليه الصلاة والسلام في قلوبهم ودخلوا بسبب تلك المحبة وببركة تلك المحبة وبهداية الله تبارك وتعالى دخلوا في دين الله تبارك وتعالى